هذا وقد أقامت سفارة مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية حفل استقبال بمناسبة احتفالة مملكة البحرين بعيادها الوطنية وجاء الحفل بحضور رسبي وشعبي كثيف ولافت تقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير منطقة الرياض وعدد من أصحاب السمو الأمارة والوزراء وكبار المسؤولين وبهذه المناسبة رفع سعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن علي آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة اسمها آيات التهاني وأطيب التبركات إلى المقام السامي لجلالة ملك البلاد المعظم وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء داعيا الله العلي القدير يعيد هذه المناسبة المجيدة على جلالته وسموه وهم ينعمون بمفور الصحة والسعادة وطل العمر وأشهد سفير مملكة البحرين في الرياض بعمق العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تجمع بين البلدين وما تشهده من تكامل وتطور ونماء مستمر على الأصعدة والمستويات كافة في ظل ما تحظى به من دعم من قبل جلالة ملك البلاد المعظم وأخي خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة وبمتابعة حثيثة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخي سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأكد أن مملكة البحرين حققت وهي تحتفل اليوم بعيادها الوطنية جازات عديدة ونجاحات كثيرة في السنوات الأخيرة على الأصعدة كافة وفي ظل أمال متزايدة بالمضي قدما إلى الأمام ومؤصلة المسيرة المباركة من الإصلاح والازدهار التي قادها جلالة الملك المعظم وعبر السفير عن سعادته وهو يحتفل بالعياد الوطنية المجيدة بين يهنئ ويبارك للمملكة العربية السعودية بمناسبة فوزها باستضافة معرض إكسبو 2030 هذا الفوز التاريخي يؤكد الريادة والمكانة الرفيعة التي تحتلها المملكة بين دول العالم وبينا أن مملكة البحرين بقيمها التاريخية والإنسانية القائمة على المحبة وقبول الآخر والتعايش السلمي تواصل مبادراتها الدبلوماسية الدعية للسلام والتعاون الدولي والتفاهم المشترك ترجمة نانسي قنقر